اكد سعادة المهندس كمال بن احمد محمد رئيس وهيئة الكهرباء والماء ان الهيئة ماضية في تحقيق المشاريع الاستراتيجية الكبرى والهدفة الى رفع قدرة وكفاءة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتعزيز التشغيل الامن والمحافظة على استقرار المنظومة الكهربائية في مملكة البحرية جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها لموقع مشروع معوضات القدرة غير الفعالة في محطة الرفاع لمتابعة سير الاعمال الانشائية في المشروع وتبلغ كلفة المشروع حوالي 34 مليون دينار بحريني ومن المقرر ان يتم تجشينه خلال الربع الاخير من العام الجاري وقال سعادته خلال الزيارة ان هذا المشروع يأتي ضمن الخطة الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير وتحديث المرافق المرتبطة بشبكات الكهرباء والماء في المملكة بالتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 هذا واستمع رئيس الهيئة إلى عرض عن مكونات هذا المشروع الحيوي والذي يتم تنفيذه في ثلاث محطات رئيسية في الرفاع والمنام والحد ويشمل انشاء ثلاثة معوضات للقدرة غير الفعالة ترجمة نانسي قنقر